عقد وزير الكهرباء والتقل المتجددة محمود عسم وتجتماعاً لبحثي تقارير الأداء ومراجعة خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وكذا متطلبات النهوض بالمحطة نقش الاجتماع كيفية تحسين الجدوى الاقتصادية لمحطة الكريمات وخطة العمل لخفض تكلفة الانتاج بالكيلو وات وتقليل تكليف الصيانة والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي